بيبدأ الفيلم بهذا العرض الأسطوري والتحدي بيكون بين المفترسين وراقص الشوارع وواحد منهم بيطير والفريق بيمسكه وبييجي واحد تاني وبينطه من فوقه وفي نفس الوقت ساج واقف بيشجع راقص الشوارع لإن أخوه بيلعب فيها وبيبدأوا العرض بتاعهم وبيكونوا محترفين جدا وبيتفوقوا على فريق المفترسين بحركة أفضل منهم وزعيم المفترسين بيتعصى بس اندر بيكرر انه يعمل عرضه أسطوري وبينط من مكان عالي جدا ولكنه بيقع ورجليه بتتكسر وبعدها ساج بيصحى من النوم وبنعرف انه كان بيحلم وبيسأل والدته على أخوه الكبير فبتقوله انه برة وبيروح له علشان يتطمن عليه وبنعرف ان الحلم بتاع ساج ده حصل فعلا وان أخوه رجليه مصابه من وقت المسابقة وبيروح لأخوه بيقوله يلا علشان ما جاهز لك مفاجأة مفاجأة يا ابني دلوقت تعال بس هقوله ايه رأيك بقى في المفاجأة دي وبنعرف انه اشترى مكان لراكس الشوارع واخوه بيستغرب ويسأله جبت فلوسه منين فبيتوه في الكلام وما بيقولهش على حاجة وبيقوله انه من النهاردة راكس الشوارع هيتدربه هنا وانت اللي هتدرب الأطفال بنفسك وانه حقق كل الأحلام اللي كنت عاوزت حققها وبيتأثر بكلامه وبيقوله هم مال في الناس اللي هندربه وبعدين هم راكس الشوارع فيه احلى عندنا كل حاجة اشتروا اللي انت عاوزين اه جميلة الساعة دي اسكوت دي بتاعة الملكة فيكتوريا يعني ساعة أسرية وعلشانك انت هدهلك ب450 جنيه لا انا بقوله نشوف حاجة تانية وفي نفس الوقت بيوصل صاحب دي وبينادع ليه فبيستأزم من المدير ويمشي مع صاحبه وراكس الشوارع كلهم بيتجمعوا مع سهج مرة تانية وبيستغربوا ازاي يقدر يفتح المكان الضخم ده لا انا مش عايز حد يسألني بس اللي عاوزكوا تعرفوه ان عملت ده كله علشانكم تسمحوا لي بقى اشوف مستواكم في الرأس بقى عمل ازاي هو مستواهم بيكون سيئ جدا لانهم بقى لهم كتير مش بيدربوا ها اراك بقى في المستوا او في مستوا اصلا صبع الفول لها رجالة انا شايف ان المكان حلو بس في شوية حمر ما بيعرفوش رؤوسه يلا يديمشي من هنا ايه رأيكو تتحدون في الرأس لا يا عمدوا الخايفين من ده اللي بيخافي قال والفريق كله بيطلع علشان يتحداهم وسهج بيحاول يمنعهم خيرة وبتكون افضل من اللي هو عملها مش قلتلك فشل سلامة حبيب وسهج بيتعصب وبيقول لصحابه انهم مش لازم يخسروا تاني ابدا ويتدربوا علشان يكونوا اقوى منهم وبالليل بترجع عينه مع ابن خليتها البيت والبنت الصغيرة بتفتح لها هو ايه ده هي دي البنت اللي كانت بتروس من شوية وطبعا البنت الصغيرة بتكون عارفة انها بتروس بس اهلها ما يعرفوش وبتسلم على اهلها وبتدخل المطبخ وخليتها بتقول لها هو انت كنت فين من الصبت اتمشيت شوية مع ابن خلتي ورجعنا على طب يا بنت الكذابة وابوها كمان بيسألها كنت فين من الساعة اتنين الضهر للساعة عشرة بالليل لقد انا كنت برخص غريبة اول بنت دي بتحب نظارها انا عارف وفي اليوم التاني سهج بيستهزق بزين انت بتقول يالا يالله يا ابن مش عاوزين مشاكل لا انا ما كانتش اصدع لك انا كان اصدع لصاحبه وبعدها بيروح وشجع فريق الكريكت في المطعم وفريق اينو بيشجع باكستان وسهج وفريقه بيشجع الهند وبيبدأ يرقص ويستفز اينو فريقها وباكستان بتجيب اول نقطة والبنت بترقص هي كما نقطة عصبه ما تبقاش تتكلم تناعسل والهند بتجيب نقطة على باكستان فبيحتفل مع فريقه والمراضي بيستفز اينو جدا فبتاخدوا الدونتو وبتحطوا على وشه كده احلى بكتير اي بنت الجاز ما اضربوهم يا رجالة فيها شوية عيال انا صاحب المطعم ده عوزين تعملوا مشاكل اطلع برا وفي نفس الوقت واحد بيرميه بطمط مايه في دماغه طب كم من انتو بقى عوزين حاجة وبيبدأوا اضربوا بعض اهلا خد ايديه علشانك فبتمسكوا من اللي اللي لأ والوقت بيصوت سيب اللي يا بنت الكل وبيرموا الدونت على صاحب المطعم وبيحاول يمسكوا علشان يقلم الخسائر وبيتصل بالشرطة وامسكها ولما الشرطة بتوصل بيمسؤلوا انهم صحاب وانهم كانوا بيحتفلوا وبيقعد يتكلم والبنت بتمسكوا الشوكة وبتدلوا في ال فبيسكوت على طول طب يلا حلو انتو هي اطلعوا برا اه طبعا طلعنا هو وبعدها ايان وبتمشي مع صحابها وبتشوف مجموعة متشردين بيدخلوا من الباب الخلف للمطعم وصاحب المطعم بيكون زعلان على اللي حصل وانه خسر كتير وبعدها ساج بيروح لمكان تدريب الرأس وبنلاحظ انهم محترفين جدا وبيكون مبهور بيهم وبالذات البنت دي ولما بتخلص بتروح لساج وبتكون فرحونة وبيقول لها انه عاوز يهزم اينه وفريقها في الرأس وان فريقه قوي جدا في الرأس وممكن نتعلم منه وبيتمنى انها تعلمه هو فريقه علشان يقدر يهزم اينه وعاوز يكسر غرور اينه لانها متكبرة فبتحط ايدها على عينه وبتسأله هي لون عيني ايه اه طبعا لونها احمر اصدقضر اصفر وبيتفاجئ ان لون عينيها يسود فبتقول له ما يتصلش بيها تاني لانه كان مفاهيم انه بيحبها وهو اصلا ما يعرفش لون عينيها حبيبتي الحب اعما انا مخدتش بالي من عينيك والله ولما بيروح يحكى لصاحبه بيقول له يعني انت عاوز تفاهمني انك بتحب بنته وما تعرفش عنها لونها ايه ومال بتبص لها ازاي لا امه انا ببصف وانت معلك يا عام وما بيكونوش عارفين مين هيدربهم والغريب ان البنت بتروح لهم وكلهم بيحتفلوا بيها وبيكونوا فرحنين وساج بيقول لها انه بيحبها وبعدها بيبدأوا تدريب وانه بتكون قاعدة مع اخطاء الصغيرة وبتوريها فيديو ليها وهي بتروس والبنت بتقول لها ان ابوك دخل علينا فبتغير الفيديو وبتجيب كرتون اطفال وبيروحوا نفس المطعم بيسمعوا المطش مش عاوزين مشاكل بقى من دلوقتي خلي اناك مع ابن الكلب ده انا عارف اه طبعا ما تقلقش والهند بتكسب اول نقطة والشرطة بيكون فرحون ايه دا انت طلعت معنا كفك يا زمالة والغريب ان لما باكستان كمان بتجيب نقطة الشرطة بيكون فرحون وما بيكونوش عارفين هو مع من بالزبط فبيقولهم ان ابويا من الهند وام من باكستان فبشجع ده شوية وده شوية وساج بيطلب طلبات كتير فبتتعصب اانو وتطلب هي كمان وفي الاخر الهند بتفوز على باكستان وساج بيحتفل ولكن اانو بتكون متعصبها والشرطة بيحاول يهديهم بص هو القتال ممنوع بس انفع عنه رقص لا مفيش رقص هنا اه طبعا اه ده رقص وخد راحتك حبيبها زبوطة وبيبدأ تحدي الرقص بينهم والمراضي بيكون مع ابوبه وبيعمل له حركة الاخيرة وبيفوزوا عليهم لأول مرة ومدير المطعم والشرطة بيكونوا مبهورين بالأداية وساج بيروح يعصب اانو مش خلصتوا رأس بها يلا كل واحد على بيته وانو هي مروحة بتشوف متشردين تانيين بيدخلوا المطعم وبيكون عندها فضول تعرف ايه اللي بيحصل هناك ولما بتدخل بتشوفهم بيأكله وبتكون مستغربة وتسأل مدير المطعم ايه اللي بيحصل هنا بالزبط ومدير المطعم بيقول لها انه بيدي بواي الطعام للمتشردين علشان ما يموتوش مجوه وبتكون متأثرة جدا من كلامه وبتروح معاه توزع أكل على المتشردين في الشارع ورام بيقول لها انه يفضل يساعدهم لحد ما يرجعوا بلده وبعدها اينه بترجع البيت وفي اليوم التاني الشرطة بتكون في استوديو ساهج وصعبه بيكون مستغرب ويسأله الشرطة كانت هنا بتعمليه فبيقوله انهم كانوا بيحققوا معايا علشان الرحلة اللي رحل بنجاب في الهند ايه اللي حصل بقى هناك عرفني بص هي كانت حفلة كويسة والكل هناك كان بيروس وقابل السيد شاولة مدير فرقة الطب وبيقوله ان فرقتك بالطب الحلوة جدا ولكن السيد شاولة بيقوله انك تقدر تساعد الفرقة دي بيستغرب ساهج ويسأله ازاي فبيقوله خدهم معك لندن واقول انهم تبع راقص الشوارع بيتوتر ويقولهم ان الموضوع ده مش قانونه ويحصل له مشاكل واني ماليش دعوا بيكم وبعدها اي مكان بيروحوا بيلاقيهم في وشه وعاوزينوا ياخدهم معايا لندن لان الهند ما فيه الشغل ومش لقيين فلوس ولو سفروا لندن هيكسبوا فلوس اكتر بيروح بعدها يقابل جديته ويسلم عليها وبيوريها صور بيتهم في لندن وبيتنام بعدها على طول فبيغطيها ويبصوا وراء وبيشوف الشباب دول يا ضي انتوا انتوا اغبية قلتلكم مش ااخدكم معايا لندن ساعدنا بس نروح هناك ومش هنعملك مشاكل والله يا ابنان مجهز لهم كل حاجة هناك انت بس هتاخدهم معاك وخلاص لا وكمان هدك في المقابل 2 مليون ربيع يا عم انا مش عايز حاجة انا بقول 4 مليون كويسي يا ابنان ما يفرقش معايا فلوس خالص علشان كده موافق ان اودهم لندن مقابل 4 مليون جاهز لي بقى ال4 ارين وكلهم بيكونوا فرحانين وواحد بيبوسوا لا محدش بوسني ايه داد لما سدقنا انه وافق بوسون انا وفي اليوم التاني بيروحوا المطار وسهج بيقولوا ان دي الفرقة بتاعتي والراجل بيختمع الجوزات كلها وبعدها بيوصل لندن وبيكونوا فرحانين جدا ويشكروا سهج وامر اندر بيطلب منه التليفون علشان يتصل بوالدته في بن جايب ويطمنها انه خلاص وصل لندن وهيشتغل ويسدد الديون اللي عليهم وريب ولما بيخلص مكالمته بيدي التليفون لسهج سلام بقى رجال اشوفكم بخير وبنرجع تاني لاحداث الفيلم وصاحبه بيكون مستغرب من اللي هو عمله وفي نفس الوقت اينه بتكون مستغربة وبتسأل روم ليه المتشردين ما بيرجعاش بلدهم فبيقولها ان مش معاهم فلوس ولا حتى جوزات سفر وكمان عددهم كبير جدا تقريبا 3000 متشرد ومحدش معا فلوس كفاية علشان نرجعهم كلهم وبعدها ساج بيحتفل بأيد ملد اخو واندر بيقوله انه عاوز اعمل حاجة واحدة بس في حياته وهو انه يفوز في مسابقة ساحة الخاسرين واللي بنعرف انها اكبر مسابقة رأس في العالم وبيقوله انك لازم تفوز فبينادع على فريقه ويقولهم اننا هنفوز السناد في مسابقة ساحة الخاسرين وانه يفوز في المسابقة دي هياخد كم 100000 جنسترلين وانه مبلغ ضخم جدا وانه بتكون فرحانة وبيجيلها فكرة وبتروح تقول لرام على كل حاجة وانهم يقدروا يرجعوا المتشردين كلهم بلدهم تاني فبيقولها ان المنافسة قوية وصعب انها تفوز ولكنها بتكون واسقة من نفسها وبتقولوا انهم افضل فريق وهيقدروا انهم يفوزوا بسهولة وبنروح لمسابقة ساحة الخاسرين وبنعرف انها من غير اي قواعد وهناك حكام ولكنهم مش هما اللي بيقرروا من الفريق الكسبين والقرارات في النهاية لتصوت الجمهور والمسابقة بيتم تنظيمها كل سنة وبيكون فيها اشهر الراقصين في العالم وبنشوف ناس من كوكب تاني بيعملوا حركات غريبة ومهاراتهم بتكون عالية جدا وهناك ساهج وانه بيتقابله وساهج بيقولها انهم هيشاركوا في المسابقة وهيكسبه وبيتحدى هتشارك في المسابقة وانها هتخسر اه طبعا عنتك حال وانت كمان هتخسر في المسابقة والحل الوحيد انكم تتحدوا مع بعض وهتقدروا تكسبوا والافضل تفوزوا بالجيزة وتقسموها بينكم احسن ما تخسروا انتم اللي اتنين وانه بتقول انها مش موافقة وطبعا يعني ساجه وكمان بيقول نفس الكلام وبعدها والدة امريندر بتتصل بساجه وتسأله عن ابنها لانه من ساعة ما وصل لندن ما اتصلش بيها فبيقولها انه ما يعرفش عنه اي حاجة وما تتصليش بالرقم ده تاني وبتكون زعلانة جدا ومش عارف ايه اللي حصل لابنها وبعدها بيروح الدسك ويروس مع بوبه ورئيس فرقة الملكيون بيشوفها بترقص مع واحد تاني وبيروح يمسكها وبيكون غيران عليها وبيخلي فريقه يتحدى ساهج وساهج بيعمل حركة اخول مشهورة وبيقدر ان يفوز عليهم فبيروح له صاحب الفريق وبيعرض عليه انضم لهم مع فريقه كلهم وساهج بيكون فرحان جدا لان الملكيون فرقة رأس مشهورة وبعدها قانو بتقول لفريقه انهم لازم يفوزوا في المسابقة وبتاخدهم عند المتشردين يوزعوا الاكل عليهم ولما بيشوفهم بيكونوا متأثرين وبيصروا اكتر انهم يفوزوا في المسابقة وياخدوا الجايزة علشان يقدروا يرجعوا المتشردين بلدهم تاني وفي اليوم التاني ساهج وفريقه بيروحوا للملكيون وصحابهم بيكونوا مستنيين برة ورئيس الفرقة بيقوله يخلع زي راكس الشوارع وفي نفس الوقت بيتيجي بنت من المكان وتطرد صحاب ساهج برة وبيلبسوا كلهم زي الملكيون وبيكونوا فرحانين وبعدها ساهج بيروح عند فريقين وبيقولهم انه انضم للملكيون وكلهم بيكون مصدومين وساهج بيستاذق بيهم وبيمدي ايده على واحد منهم طب اي دا شو هي عن نفسك شبح يا عمو انت مالك انت بتعرف طرقص اصلا خلاص اجد عنا راجل كبير في السن ومش عاوزين نتزعله وفي نفس الوقت النور بيطفي وروهم بيبدأ يرقص وبيكون برع جدا ويبهرهم كلهم لانهم ما كانوش متوقعين انه بيعرف يرقص بالشكل دا لا وكمان بيعمل حركات اول مرة يشوفوها ولما بيخلص ساهج بيسقف له عجبني رأسك جدا بس برضو مش هتفوزه في المسابق اسبك انا بعد الوعدي وبعدها ساهج بيروح لاخوه هو بيدرب الاطفال وبيفرحه وبيقوله انه انضم لفريق الملكيون بس اخوه ما بيكونش باين على الفرحة وبيسيبه ويمشي وساهج بيسأله عن السبب فبيقوله ما فيش حاجة وروهم بيبدأ يدرب اينه مع فريقها وساهج بيتدرب مع فريق الملكيون وفي يوم ساهج بيكون ماشي مع فريقه وصحابه بيرحبه بيه فبيرحب بيهم ويمشي وما بيدهمش اي اهتمام وبيكونوا مستغربين انه معاملته اتغيرت وبالليل روم بيشوف ساهج بيروس وبيكون مبهور بيه وبيقوله انه لو انضم ليهم محدش هيعرف يكسبهم وهيقدروا يفوزوا بالجايزة بس كلهم بيرفضوا ويمشوا الا البنت دي اللي بنحس ان وراء حاجة وبنعرف انها بتحب دي وبتخليه يشوف فيديو للناس المتشردين وبتقوله انهم عاوزين يفوزوا في المسابع علشان يقدروا يرجعهم بلدهم فبيقوله انه يحاول يعمل اي حاجة علشان يرجعهم بلدهم وبعدها بيروح يتضرب مع فريق الملكيون وما بيرقصش كويس ومارك بيرقع وراء وبيقوله ركز شوية وبيبداوا تاني ودي كمان ما بيرقصش بشكل كويس فبيتعصب يروح يضربه وساج بيحاول يهديهم ولما بيطلعوا برة بيقوله دي انه مش عاوز يكمل مع فريق الملكيون وبيحاول يوضح له وليه بيعمل كده وانه بيحب واحدة من فريق قانو اسمها اليشا وبيكمل كلامه ولكن ساج بيقوله انهم بيخدعوك ويليشا مش بتحبك فبيتعصب عليه وبيقوله ان فريق قانو مش هدافهم الفوز علشان ياخدوا الفلوس ليهم ولكنهم عاوزين يرجعوا المتشردين للهنود والباكستان بلدهم تاني وانك ما بقيتش مهتم بأي حد غير نفسك والملكيون هم اللي بيتحكموا فيك فبيتعصب عليه ويضربه ودي بيزعل منه وبيسيبهم ويمشي وساج بيروح لمركو بيقوله انه هيكمل معاهم لحد ما يفوزوا في المسابقة وبعدها دي بينضم لفريق قانو وبتمر الايام لحد ما بنوصل اليوم المسابقة وبنشوف فريق تميز وبيعملوا حركات بها لوانية والملكيون بيتحدهم ويقدروا يفوزوا عليهم بسهولة وبندخل على فريق جوكر واللي بيكون اسمهم المتمردين وضدهم بيكون عصابة الطيور وبيعملوا عرضه اسطوري وبيولعوا المسرح وبندخل على الفريق الثالث واللي بيكون اسمه المدورون خربة اسميكم وضده بيكون التحاد بريطانيا وبنشوف دي في الفريق الرابع واللي بيكون اسمهم المحطمون وبيقدموا عرض رهيب وساج بيكون مصدوم وبيتأهل للربع النهائي مع الملكيون ومارك بيستاذق بيهم وبيقول ان رأسهم كويس بس المفروض ما كانوش يتأهلوا معاهم وبيسيبهم ويمشي وساج بيمشي وراه بس رام بيمسكه وبيقوله انت بترقص علشان نفسك بس احلى بنرقص علشان نرجع المتشردين بلدهم تاني وصاحبه بيقوله انك انان وما بتحبش غير نفسك فبيتعصب ويقولهم انه هو كمان ما بيرقصش علشان نفسه ولكنه عاوز يحاق حلم اخوه ههه ضحكتني يا لأ مش شايف انك لابس زي الملكيون اخوك بقى كان بيلعب في رقص الشوارع وحتى لو فزت مع الملكيون اخوك مش يكون فرحون وبعدها بيروح يركب الباص وامريندر بيشوفه بيروح يتكلم معاه يا ابنة اللي انت عملته في نفسك ده فبيقوله انه كان بيحاول يهرب من الشرطة وان سواء الوتوبيس ده صحبه هو اللي بيهتم بيا واحيانا بيسيبنا نم هنا وبيقول لساج انك كذاب لانك قلتنا ان لندن فيها شغل كتير وحياتك هتتغير لما تسافر ولكنه دلوقتي مش لاقي شغل وحياته صعبة وان اول ما وصل لندن راح على عنوان اللي ادهول وشوله وهناك قابل ناس كتير والناس اللي هناك قالوا لهم انهم لازم يحرقوا جوازات السفر وإلا يتردوهم من المكان ده ومش هيلاء ومكان يقعدوا فيه واضطروا انهم يحرقوا جوازات سفرهم والفلوس اللي معهم كلها ادوها لامة سنغل اللي قاعد هناك وده يعتبر رئيس المكان وانهم قاعدوا هناك كتير لحد ما زهقوا وفي يوم بتوصل الشرطة وكلهم بيهربوا وبيعيشوا متشردين في البلد ومحدش فيهم قادر انه يشتغل لانه مش معاه جواز السفر وساج بيتأثر بكلامه وامرندر بيقوله انه محدش يقدر يساعدني دلوقتي غيرك وانه كل اللي طلبوا منك انه ارجع بلدي تاني فبيقوله انه ماليش علاقة بيك وشوله هو اللي مسؤول عنك وامرندر بيعيطه وبيقوله خدني معاك ولكنه بيسيبه ويمشي وامرندر بيتفاجئ ان ساج نسل بورجر بتاعه فبياكله لانه بيكون جعان جدا وفي اليوم التاني ساج بيكمل رأس مع الملاكيون في المسابقة وبيفوزوا على الفريق اللي ضدهم وبعدها بيدخل المحطمين ضد العصابة وساج بيبص عليهم من بعيد وبيشوف انهم بيقدموا عرضه اسطوري وبيقدروا يفوزوا على خصمهم بسهولة وبعدها بيكون فيه نوت بيطبله علشان يلموا فلوس وفريق الملاكيون بيروح يرقصوا على الطبلة وساج كمان بيرقص معهم ولكنه بيتفاجئ ان الناس اللي بيطبلوا كانوا موجودين مع امرندر لموصلهم لندن وبيفتكروا انه قالهم وقتها انه مش هتخلى عنهم ومارك لما بيلاقيهم بطلوا يطبلوا بيروح يطبل هو بس ابن الكلب ييده عامل زي الشاكوش وبيخرموا الطبلة فساج بيتعصب منه ويخبطه ومارك بيدرب بالقلم وبيتأثر ساج ويطلع في روسه ويده لهم ولكنهم بيرفضوا يخضوع منه وبيمشي مع صحابه وبيكونوا مستغربين لو كان يعرف الشباب دول فبيقولهم لا ولكنهم مش بيسدقوا وصاحبه بينصحوا ما يكسرش قلب اي حد فبيسيبهم ويمشي وبيعيط وبعدها بيسيب الملاكيون ويمشي ومش بيتضرب معهم وبيمسك ازازة ويرميها على صورته هو ومارك وبيبدأ يرقص ويفتكر كل اللي فات وانه كان اناني ما بيفكرش غير في نفسه واتخاني مع صاحبه وزعله منه وانضم الفريق الملاكيون وانه المفروض ما يكونش معاهم لحد ما بيوصل اندر وبيشوفه وبيشيله العكاز من ايده وبيبدأ يرس وساج بيفتكر انه كان بيفتخر بفريق راكس الشوارع ودلوقتي ساب الفريق ده وانضم للملاكيون وبيقول لاخوه انه كان لازم ينضم للملاكيون لانه ما كانش قدامه حل تاني لانهم فريق قوي وما كانش واسق في راكس الشوارع علشان كده سابهم وبيعترف انه كان اناني وفي نفس الوقت اينه بتكون مع المتشردين وبتطلب منهم يدعو لها انها تفوس في المسابقه علشان يقدروا يرجعهم بلدهم تاني وامريندر بيكون فرحون ويطلب منها يحضر المسابقه فبتوافق وكلهم بيكون فرحانين وفي نفس الوقت ساج بيرقبهم من بعيد وانه لما بتشوفه بيستخبه بسرعة وبنروح لنصف النهائي في مسابقة ساحة الخاسرين وما بيكونش باقي غرار بعفرق وهنبدأ بالملاكيون ضد المدورون والمدورون بيقدم عرضهم والوادي المدور بيطير في الهوى وينزل نايم وهنا بيجي دور الملكيون وبيلفوا وينزلوا ويناموا اصل عندهم بكرة مدرسة وبيتم تأهيل الملكيون للنهاية وبعدها بيكون المتمردين هيتحدوا المحطمين وعمك دي بيعمل شوية رأس مزيكة والمتمردين بيقدموا عرضهم ويعملوا حركات رهيبة وبيكون واضح انهم متمكنين جدا وبيولعوا المسرح وانه فرقها بيكونوا عارفين انهم ما يخسروا وفي نفس الوقت سهج بيخلع زي الملكيون وبيروح لوحده يرقص ضد المتمردين وبيقدر انه يهزم الشخص اللي قدامه وبينضملوا اتنين صحابه وبيبدأوا اظهروا مهرتهم ورام بيقول لبقى الفري ينضمله واخو سهج بيكون فرحان باللي بيحسب وفي نفس الوقت سهج بيعمل حركة اللي اخوه ما عرفش يعملها ومارك بيشوفهم وبيكون متعصب والمحطمون بيقدموا عرض من اقوى العرض على المسرح وهنا قدر اقول لك انهم ولعوا المسرح حرفيا وبتكون بوبي متعصبا من اللي شايفاه وبيقدر المحطمين انهم يفوزوا على المتمردين بسهولة ومارك بيتعصب وبيروح يضرب سهج فبيقوله انه كان قانين لما انضمله وخسر اصدقاه بسببه وبينسحب من فريق الملكيون فبيقوله مارك انه هيقدر يفوز عليهم وبتكون بوبي زعلانة جدا من اللي هو عمله وامريندر وصحابه بيشكروا علشان انقص فريق المحطمين والنوم لو فازوا في المسابقة هيقدروا يرجعوا بلدهم وسايش بيديله التليفون وبيقوله اتصل بوالدتك وقولها انك جايه ريب فبيتصل بيها وبيصحها من النوم وبتعايت اول ما بتسمع صوته وبتطمن ان ابنها لسه عايش وقانه بتقول انهم المفروض يغيروا اسم فريقهم بعد ما سايجي نضملهم فبيقولها ان المحطمين اسم كويس ولكنها بتقوله ان راكس الشوارع افضل لان فريق اخوه كان اسمه كده فبيحضرها وبيشكرها على اللي هي عملته وبتسرح في الحضن وهو بتنسى الدينة كلها يا بيت يا بيت انت نايمة ولا صح يا خرب بيتك اوه معلش غفلت شوية وبعدها بيتدرب كلهم مع بعض وفي نفس الوقت الملكيون بيتدرب هم كمان واخوات اانو الصغيرين بيشوفوا فيديو لها وهي بتروس واموهم بتاخد التاب وبتتصدم لما بتشوف الفيديو وفي اليوم التاني زين بيروح التدريب وبيكون زعلان وسايج بيسأله هي اانو ما جاتش معك ليه فبيقوله انها مش هتيكي بيستغرب ويسأله عن السبب فبيقوله ان اانوتهم ما بيسمحوش بالرأس وما كانوش يعرفوا ان اانو بتروس وبعدها سايج بيروح يتكلم مع عالة اانو بس والد اانو بيقوله انه مش عاوز يتكلم معاه وزين بيحاول يوضح له ولكن والده بيدرب بالقلم وفي نفس الوقت بتطلع اانو وبتستغرب النساج هنا وسايج بيقولهم انوكو صحة فعلا وما ينفعش ان بنت تلبس لبس قصير وترقص بالشكل ده ولازم تتعصبوا فعلا لما تعرفوا انها بتروس بس لازم تعرفوا انها بتروس علشان ترجع المتشردين بلدهم تاني وانوكو ما تقدرواش تساعدوه وانها حاولت تساعدهم بالحاجة اللي بتعرف تعملها واانو بتقول لولدها انها عاوزة تساعد الناس بنت الكلب اللي مش متربادي بتقوليه بس سأله انا موافق يا بنتي ترجع تروسي علشان بس يترجع الغلبة دول بلدهم تاني وانا اعمل اب يوبا طبعا يا جدعان ده كله غلط وما انفعش في الاسلام وانسيت اقول لكم عائلة ايان وكلها مسلمة وتقريبا بيحاول يبسطوا الموضوع اكتر بس ما انفعش بنتي تهزوا وسطها علشان ترجع المتشردين ان شاء الله عنهم ريجوا بس ما تزيش وسط كابت ده عامل بالزبط زي الحرام اللي بيسرع علشان يعطف على الفقر اللي اتنين غلطوا وما انفعوش وياريت تشترك بقى في القناة علشان ما ينفعش تكون وصلت لحد هنا ومش مشترك عاوز انه وصلتين الف اجدعين ويلا اصيبكم على الفعل وبعدها بنروح اليوم النهائي والملكيون بيتنفسوا ضد راكس الشوارع ومارك بيقول لساج انه هيدمره وامريندر بيكون واقف بعيده ويتمنى انهم يفوزوا ومارك بيعمل عرض مختلف من نوعتين الاول مرة مع فريقه وساجه وفريقه بيكونوا مبهورين واندر لما بيشوفهم بيحس ان فريق ساجه هيخسر لان الملكيون قدموا عرض رهيب وبيجي دور راكس الشوارع وبيعملوا حركات بهلوانية كتير واندر بيحس بالامل انهم ممكن يفوزوا وامريندر بيكون واقف بيشجعهم وراكس الشوارع بيعملوا حركات رهيبة ومارك لما بيشوفها بيقلق وواحد من فريق الملكيون بيفصل الكهرباء على المكان والموسيقى والاضواء كلها بتوقف وبيتم اعلان فوز الملكيون لان ما فيش موسيقى وساجه وفريقه مش هيقدروا يكملوا العرض وفي نفس الوقت امريندر بياخد برميل ويطبل عليه وبيظهر صحابه بالطابلة بتاعتهم وبكده ساجه وفريقه يقدروا يكملوا عرض وبيشكرهم على اللي عملوا معاه ومارك بيستاذق بيه وبيقول ان دي مش موسيقى اصلا وبيعمل اول عرض بيبهر كل الموجودين ومارك القلق بيبدأ يبنى عليه تقريبا بعد المسابقة هيولع في اي طابلة يشوفها قدامه والوادي اللي فصل الكهرباء بيقول لمارك ان عطلت الكهرباء ولسه شغالة فبيقول له رجع الكهرباء تاني لان الطابلة احسن من الموسيقى بكتير فبيرجعه والكهرباء بتشتغل تاني وكل واحد فيهم بيطر له شوية لحد ما بيظهر الوحش ده ويتشالب في الهواء وطبعا البنت مبهورة بالعرض بتاعهم والغريب ان مارك بيضحك وتقريبا هو كمان انبهر واندر بيعيط لان اخوه بيحقق حلمه قدامه وساج بيمشي عليهم كلهم لحد ما بيوصل للاثنين وبيرفعوه في نفس الوقت واحد كمان بيتشالب وبيروح يقول له اخوه ان راكس الشوارع يفوزه النهاردة في المسابقة فبيعيط وبيكون فرحون وامرندر وصاحبهما كمان بيكونوا متأسرين لانهم يرجعوا الاهلهم تاني وكلهم بيجهزوا للحركة الاخيرة واللي بتكون اصعب حركة فيهم وبيتم تنفذها من مكان علي جدا وساج بيقدر انه يعملها وكل اللي في المكان بيحتفلوا بيهم حتى بوبي ومارك بيروح يسلم على ساجه وبيقول له ان العرض عجبه جدا وبيقدروا نوم يكسبوا المئة الف جنيس ترليني وامرندر بيرجع بلده تاني ووالدته لما بتشوفه بتحضنه وبتعين وبكده انتهى الفيلم وبتنسى الشامل لايك وتشترك في القناة وتشاري الفيديو وانتظروا باقي الافلام وسلام